وردت آية في كتاب الله عز وجل تكشف عن جانب من شخصيته صلوات الله وسلامه عليه وردت الآية في سورة الكهف قول سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ورد نفس المعنى في آية أخرى في سورة الشعراء في قوله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع نفسه وقتلها وهي صفة تكشف عن رحمته صلوات الله وسلامه عليه رحمته بالذين كذبوه والذين رفضوا دعوته وهو يعلم يقينا بأن مصير هؤلاء إلى عذاب شديد فكان حزنه شديدا لدرجة أن القرآن الكريم وصفه بأنه قاتل نفسه من هذا الحزن هذه الصفة ظهرت في شخصيته صلى الله عليه وآله وسلامه في مواقف كثيرة مع أهل بيته مع أصحابه مع العصاب مع المقصرين وما قصة طالب الزنا ذاك الشاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلامه ويطلبوا الإذن في الزنا فغضب الصحابة وعلادوا أن ينهروه فأوقفهم وناداه ثم قال أتحبه لأمك أتحبه لأختك أتحبه لزوجتك أتحبه لعمتك لخالتك والشاب يقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله وهو يرد عليه كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم لعماتهم لزوجاتهم لخالاتهم لبناتهم بهذه اللغة الرحيمة التي فيها المودة والمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشكلة هذا الشاب ثم وضع يده على صدره اللهم طهر قلبه وحصن فرجه فذهب هذا الوسواس وهذا المطلب المحرم من قلب الشاب هكذا كان ديدنه مع ذاك الرجل الذي جاء وهو يتبول في المسجد فلم يغضب عليه وقد غضب الصحابة بل أمرهم أن يتركوه لا تزرموه دعوه حتى ينتهي من بوله ثم عندما انتهى قال ايتوا بذنوب من الماء فهريقوا عليه ثم ذهب إلى هذا الرجل وقال له يا فلان إن هذا المسجد ليس هو لكذا وكذا إنما هو للدعاء ولذكر الله عز وجل وتلوات القرآن الكريم علمه تحمل جهله تحمل نقصه تحمل إثمه تحمل تصرفه الخطأ هكذا كان مع الجميع عندما جاءه ماعز رده عندما جاءت الغامدية ردها ولا يريد أن ينزل بهم العقوبة عندما جاءه ذاك الأعرابي فتل رداءه من الخلف فأثر في جنبه وهو يقول أعطني مما أعطاك الله بلغة فيها من القسوة ومن الشدة ومن الجلافة الشيء الكثير فما يكون المقابل إلا أن يبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يرضى ويقول والله لأقول لن لمن خلفي بأن محمد يعطي أعطاء من لا يخشى الفاقة كم نحن بحاجة إلى هذه الصفة ونحن نتعامل مع أفراد مجتمعاتنا ممن نراهم في دائرة التقصير لعلهم يحسنون فيكونون أفضل منا أدو الله عز وجل أن يزرع في قلوبنا الرحمة لعباده إنه ولي ذلك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا